السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمان. النهاردة معنا في وديو جديد من قناة وصفات ومطبخ ناني. النهاردة بسم الله عز وجل. هنعمل مع بعض ورز بلما. آآ نقول بسم الله. مهدير معنا. نص كباية روز. مخصونه متصفي كويس. نص كباية سكر. معلقتين كريم شانتين. معلقتين نشا. معلقة بنالية. دي جماعة المكونات والعمال اللي بيها نرز اللبن النهاردة. ومعنا كيلو لبن. كيلو لبن. بيغلق عن نار. كيلو لبن يا جماعة. بيغلق عن نار. هنحط عليه دلوقتي لرز بتاعنا. هنقول يلا باسم الله الرحيم يلاarya. اهو의 جماعة اللبن معنا. بعد ما غلناها على النار غلقناها كويس طبعا. بحد ما فارق. بعدين هنقول باسم الله الرحمن الرحيم. وهم نحط نص كباية الرز اللي ماعنا عللاقة. آهو. مش هنشاغل علينا يا جماعة النار مضفية على فترة. النار مضفية. هنحطوا كده هيحط نص كباية الروس المش هنولى على النار هو يستوي على البخار. هنسيبه حوالي ساعة. هنسيبه حوالي ساعة يا جماعة وهو محطوط في اللبن. حوالي ساعة مش هنولى عليه النار. بعد الساعة ان شاء الله عز وجل هنحط بقى بقى المتكونات بتاعنا. تمام? ده هو السر بالزبط اللي بيخلي الرز اللبن موجود وحدة الروز الواحدة بوحدتها. مش بيبقى معجن ولا بيبقى عنده اي حاجة زي ما احنا بنشوفه في البيوت طبعا معجنة وكده. لا اه ده مش بتسلق. والروز بلبن مش بتسلق. هو هو بيبقى موجود على كده اللبن لحد ما تنقح اللبن يناخد طعم اللبن يا جماعة. وبعد ساعة ان شاء الله عز وجل هوليكم شكله عامل ازاي. السلام عليكم يا جماعة. اهو بقى بعد معدد ساعة زي ما احنا شايفين. بسم الله شايفين شكله زي ما احنا شايفين اهو. نفعش اي واحدة مكسرة ولا واحدة معجنة ولا اي حاجة. بسم الله جدا زي ما احنا شايفين. بحق ما احنا نحط بقى ايه بقيت الرطفات عليه. عشان ايه نكمل بقيت رز اللبن بتاعنا. هنحط جماعة هن بقى المادر على بعضها. هنحط السكر. هنحط الفانيليا. هنحط النشا. تمام? هنقلبهم كده هنخلي الكلام شنطينة يا جماعة. هنخلي اخر حاجة. هنخلي اخر حاجة بس. احنا هنقلب داخله مع بعضه. اهو. هنحطهم بقى على ايه? هنقص اللبن. اهو جماعة احنا شغلنا النار على اللبن. قلت دلوقتي هنحط عليه الاضافات. مع بعض. اخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. مع اللبن. اخوة. اخوة. انا اخوة. انا اقينا. انا اقلع. انا اعلى بذيك. انا اخوة. انا اقلع كده. انا اكبر. انا اقلع بذيك. نقلع. الضبط من التقليل المستمر. شايفين شكله بقى عامل ازاي? شايفينه قوم? اهو. ده ما شاء الله. والرز جوه بصوا ونفيش واحدة معجنة. ولا واحدة متكسرة ولاي حاجة مشارك اهو كده شايفينه. مستوي جدنا. زي بتاع المحلات بالزبط. هو احلى كمان يا جماعة. دلوقتي بقى هنحط له ايه? هنحط له الكريم الشانطية بتاعنا. اهو هنحطه معبا. اهو بسم الله. ونقلب بقى. الخطوة دي يا جماعة بتدي طعم رهيب 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 جدا لرز بلبل. بصراحة بتخلي طعم طحفة. يعني بصراحة حاجة جمال كده. بتاكلوا رز بلبل بتقول امر مكانك رز بلبل بالجمال ده. اهو كده خلاص. احنا رز بلبل بتاع نستوي. وحطنا له كل المآدير وحطنا له كل حاجة. كده تمام. فقدلنا احنا نغرفه بقى ونقدمه بالشكل النهائي. خليكم معي بقى عشان وليكم الشكل النهائي بتاعه. عملي ازاي. اهو جماعة زي ما احنا شايفين. ده الوضع النهائي طبعا اللي هو رز بلبلبل. بعد ما حطيته بالكساب. حطيت فعليه من فوق في رمسات. طبعا مش عايز اقول لكم طعم ازاي خرافة. رب يكون عجبكم الفيديو بتاعه نهاردة. واتمنى تعملوا الاشتراك للقناة والقناة وشير كده كتير. اهو يا رب اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم يا رب بإذن الله عز واجب. السلام عليكم ورحمة اشتراك. اشتركوا في القناة